كشف مايكل ايمينالو المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين سبب فشل ضم الدولي المصري محمد صلاح نجمي ليفربول هذا الصيف وامكانية قدومه للمملكة في العام المقبل حاول مسؤول الدوري السعودي اقناع ليفربول بالموافقة على انتقال محمد صلاح لصفوف اتحاد جدة ولكن النادي الانجليزية رفض كافة العروض المقدمة متمسكنا باستمرار اللاعب المصري بين صفوفه هذا الموسم قال ايمينالو في حديثه عبر اذاعة توكسبورت بخصوص عدم نجاح مفاوضات ضم صلاح من ليفربول محمد صلاح اعتبره ابن نانلي لاعب اقدره بكثرة وشخص احترمه كثيرا عندما عملت معه في تشيلسي تابع لكن الدورية السعودية لا يتعلق فحسب بلفت الانظار عبر المنشتات الاعلامية بل عن طريق القيام بالامور بالطريقة الصحيحة والمناسبة والشعور هو ان الصفقة لم تصل للاتفاق الكامل وعن امكانية قدوم صلاح للمملكة رد رابطة دور المحترفين السعودي سعيدة بما وصلنا اليه اليوم ولن نغلق اي ابواب في المستقبل ورد امينال على ما يتردد حول مشاركة اندية سعودية في دور ابطال اوروبا حيث قال لا اعلم من اين جاءت هذه الفكرة فهذا حلم بعيد المنال لما يفكر فيه اي منا وواصلي على الاقل لم اكن جزءا من اية محادثة على اي مستوى اقترحت اي شيء من هذا القبيل نحن سعداء بما نحن عليه